موسيقى مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء إلى درس جديد للصف التاسع العربي وهو درس تابع لدرس الشيخ والبحر وهو درس تابع لدرس الشيخ والبحر وهو درس من دروس التوابع نسميه البدل ويتبين لنا من خلال الأنثلة ماذا نقصد بالبدل كتاب الأغاني لصاحبه أبي الفرج الأصفهاني كان ابن الرومي راوية لأستاذه فعل بابن حمد إذن نأتي هنا في الأمثلة أو في المثالان كتاب الأغاني لصاحبه أبي الفرج الأصفهاني كتاب الأغاني لصاحبه أبي الفرج الأصفهاني فأبي الفرج هو نفسه صاحبه إذن نلاحظ أن أبي الفرج هو مطابق لصاحبه فإذن لصاحبه أبي الفرج هنا المبدل منه المبدل منه وهنا أبي الفرج أبي البدل لأن البدل هنا هو نفسه المفدل منه ويطابقه في المعنى كان ابن الرومي راوية لأستاذه ثعلب ابن حمد فأستاذه ثعلب إذن أستاذ ابن الرومي هو ثعلب وثعلب هو أستاذ ابن الرومي فهنا أيضاً بدل وهذا البدل مطابق إذن نقول أستاذه أو لأستاذه ابني أو لأستاذه ثعلب إذن هنا فعلب بدل وأستاذه مبدل منه ما اسمه الصاحبي الذي قصده الكاتب في المثال الأول كان يقصد أب الفرج إذن أبي الفرج هو الصاحب والصاحب هو أب الفرج إذن هنا أبي الفرج أبي بدل نستنتج أن أبي هنا بدل بدل ممن بدل من صاحبه لأن صاحبه هو أب الفرج وأب الفرج هو الصاحب إذن نسمي صاحبه مبدل منه والكلمة أيضاً في المثال الثاني ما اسم الأستاذ الذي قصده الكاتب في المثال الثاني لأستاذه ثعلب ثعلب بن حماد إذن الأستاذ هو ثعلب ابن حماد وثعلب بن حماد هو الأستاذ فهنا إذن أيضاً بدل ثعلب هو بدل والأستاذ هنا لأستاذه مبدل منه نستنتج البدل تابع مقصود بالحكم يمهد له باسم يذكر قبله ويسمى المبدل منه المتبوع ولا يمكن الاستغناء عنه إذن لا يمكننا الاستغناء عن البدل في هذه الأمثلة ولكن يمكننا الاستغناء عن المبدل منه لأن البدل هنا هو نفسه المبدل منه نستطيع أن نأتي إلى المثال في أول صفحة المتبوع صاحبه وأبي الفراج هو التابع البدل وصاحبه هو المبدل منه إذن نستطيع حذف صاحبه والاكتفاء بأبي الفراج نقول كتاب الأغاني لأبي الفراج الأصفهاني نأتي إلى هذه الأمثلة الآتية واضع نحو الإمام علي قرأت سيرة البطل خالد إذن الإمام علي علي هو الإمام والإمام هو علي ماذا نستنتج أن علي هو بدل من الإمام قرأت سيرة البطل خالد إذن خالد هو نفسه البطل والبطل هو نفسه خالد فخالد هنا بدل نأتي إلى الأمثلة في القائمة به قرأت كتاب العين مقدمته كتاب العين مقدمته نأتي إلى نوع جديد من البدل أو نتوسع في درس البدل أعجبت باللغة العربية أساليبها أعجبت باللغة العربية أساليبها دل على البدل والمبدل منه في الأمثلة السابقة قرأت كتاب العين مقدمته هنا المقدمة هي جزء من كتاب العين أنا قرأت مقدمة كتاب العين ولم أقرأ كتاب العين كله إذن هنا مقدمته بدل من كتاب العين قرأت قرأت كتاب العين مقدمته أعجبت باللغة العربية أساليبها أيضا أساليبها هي جزء من اللغة العربية ولكن هل هذا الجزء حقيقي من اللغة العربية ليس جزءا حقيقيا إنما هو جزء معنوي إذن هنا أيضا أساليبها بدل من اللغة نستنتج من هذين المثالين أنواع البدل رأينا في المثال أو المثالين التاليين كتاب الأغاني لصاحبه أبو الفرج الأصفهاني لصاحبه أبو الفرج أبو الفرج هو صاحبه وصاحبه هو أبو الفرج فهذا نسميه بدل مطابق كل من كل وفيه يطابق المبدل منه البدل المبدل منه في المعنى والمدلول إذن أبو الفرج هو نفسه صاحبه فهنا تطابق البدل مع المبدل منه ونأتي إلى بدل بعض من كل ويكون البدل فيه جزءا حقيقيا من المبدل منه نأخذ مثالا عنه نقول أصبت العصفورة رجله فرجله هي جزء حقيقي من العصفور إذن رجله بدل من العصفور منصوب مثله فهو جزء حقيقي من المبدل منه ونأتي إلى النوع الثالث وهو بدل الاجتمال لأن هناك فرقا واضحا بينهما أو تداخلا بينهما نقول أعجبني أحمد خلقه هل خلق أحمد هو جزء من أحمد نعم هو جزء ولكن هل هذا الجزء هو حقيقي أم هو جزء معنوي إذن هو جزء معنوي من أحمد فأحمد يشتمل على هذا المعنى أن خلقه يعجبني إذن نسمي هذا النوع من البدل هو بدل الاجتمال لأنه يشتمل على معنى البدل في المبدال منهم نأتي إلى هذين المثالين فهمت الرسالة مضمونها وقرأت شيماء الوحدة نصفها وحرر القائد سلاح الديني القدس من الصليبيين إذن ما الضمير المتصل بلفظ البدل في كل المثالين ألف وبه فهمت الرسالة مضمونها إذن مضمونها هي بدل من الرسالة منصوب مثلها واتصل بها ضمير يعود على المبدل منه إذن يجب أن يعود ليجب أن يكون في البدل في بدل الاجتمال وبدل بعض من كل ضميرا يعود على المبدل منه فهمت الرسالة مضمونها إذن هذا هو بدل الاجتمال لأن مضمون الرسالة هو جزء معنوي من الرسالة يشتمل تشتمل الرسالة على هذا المعنى وقرأت شيماء الوحدة نصفها هنا نصفها بدل بعض من كل لأن نصفها هو جزء حقيقي منها إذن هو بدل من الوحدة فنصفها هنا بدل بدل بعض من كل وعاد وعاد الضمير على الوحدة إذن عاد الضمير على الوحدة ما الضمير هنا الهاء عاد على الوحدة وهو يطابقها في التأميث بين مطابقة الضمير طبعا الضمير طابق الوحدة وهو مؤنث وحرر القائد صلاح الدين القدس من الصليبين إذن القائد صلاح الدين هنا بدل كل من كل وطبعا نلاحظ التطابق أيضا في علامة الإعراب لأن البدل هو من التوابع نستنتج إذا كان البدل بعض بعضا من كل أو بدل اجتمال واجب أن يتصل به ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع ويتبع البدل التابع المبدل منه أي المتبوع في علامة الإعراب وهذا هو درسنا لليوم وإلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر